هعمل بقى النهاردة معيك والعيش اللي فيه اللي بتصودي بتاع المدارس كده من غير لبنبودرة من غير بيت من غير مكونات كتير هيتلع معاك وعاش وتحفى كده الطري وتقدروا تعملوا كده ضفعة واحدة وتحتفظوا بيه في الفريزة بجربوه بنفس الطريق ويلا بقى نخش في المكونات عشان نتدولش عليكم الفيديو هحتاج بقى معلقة كبيرة من الخميرة البيرة تقدروا تستخدموا خميرة فورية لو بتحبوها النهاردة حبيت استخدم الخميرة البيرة وهنزل عليهم بتلات معلق كبار من السكر وهنزل كمان عليهم بنص كباة من المياه ولازم المياه تكون دافية شوية قلبوا كده وضوبوا الخميرة وهنغطيهم كده شوية خمس دقائق او سبع دقائق كده لحد ما تبدأ تظهر في القوعة على الوش علشان بس نتأكد ان الخميرة شغالة هحتاج بقى اربع كمبيات زائد تلات معالق من الدقيق وطبعا دقيق يكون جميع الاغراض هننخله مرة او مرة تانية من الدقيق ده انا شلت تلات معالق هركنهم على جنب تلوقتي هنزل ببقية المكونات هحتاج معلقة صغيرة من بيكينج بودر وزارة من الملح يعني اقل من ربع المعلقة هنقلبهم المكونات الجفة على بعض وهنبدأ بقى كده نكمل بقية المكونات وهنا بقى بعد ما تأكدت ان الخميرة شغالة هنزل بالتلات معالق دقيق وعليهم الخميرة اللي اختبرناها وهنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من الخل وطبعا هنا الخل وهنا بقى الخل يعتبر محسن وبساعد كمان اللي عجينة بتكون كده بيضى قوي من جوة وكمان بتكون العجينة حشة قوي قوي كده قلبه بقى كويس بعد كده هننزل عليهم بربع كباية منزلت سرسوب سرسوب كده هنقلبهم بقى ونسيبهم كده شوية حوالي عشر داية بس الخميرة تبدأ كده تظهر فقعات على الوش تعمل زي رغاوي كده هننزل بقى بالخميرة دي على دقيق شايفين كده هنا اشتغلت تمام وهبدأ بقى كده اعجن في العجينة بتاعتنا هنزل بالخميرة هنا بعد ما اشتغل وخلي بقى كباية آآ كباية مية دافية من كباية لكباية ونص انا الاول ه هخلي كباية وربع اللي هنزل بيهم وهخلي ربع كمان لو احتاجتها على النص كباية مية طبعا دي بتاعنا بيختلف كل واحد بشخص التاني في دي بيشرب السوائل العجين وبقى كده اهم حاجة طبعا العجينة دي تكون مفتوحة وتكون نعمة بتلزق شوية ونعمة كل ما اتعجين فيها كل ما هتديك نتيجة حلوة هعجن بقى بقى بيتي حوالي عشر دقيق النهاردة حبيت عملها بيتي مش بالعجين انزل عليهم بمعلاقة من الزبدة وده اختياري بس هنا بس تدينا ناكهة وريحة حلوة في العيش وبعد ما وصلت للنتيجة المنطوبة شايفين العجينة هنا بتمدت معي ونعمة جدا وبتلزق شوية هغطيها كده لمدة ربع ساعة العجينة بس ترتاح يعني مش عايزين العجينة تغمر ترتاح بس شايفين هي الخميرة اشتغلت فيها على طول هغطيها بس عشان ما تنشفش بتعمل قشرة كده هغطيها بكيس بلاستيك ابدأ كده اقطع في العيش بتاعنا يعني عايزين تقطعوا كده عشوائي براحتكو انا هقطع الوزن بتاعي الرغيف هيكون حوالي ستين جرون يعني في حجم اليوسفية الصغيرة وزي ما انتم شايفين هقطعهم كلهم كور كور كده واسيبها برضو هغطيهم لمدة خمس دقيق ونبدأ نفرد في العيش خلص الكمية كلها وارجع لكم تاني وهنا بس هغطيهم يعني خمس دقيق بس وهبدأ بقى كده افرد من اول كورة انا اشتغلت بها هبطتها كده بايدي وبعد كده هبدأ كده افردها بالمردنة او بالنشابة على شكل طولي او مربع عشان نقدر بقى نلف على شكل رول العيش بتاعنا هنفرد كده حاجة بسيطة يعني كده تساعدنا بس ان العيش يدينا ايه طبقات كده هنقفل بقى على العجينة كويس ولفه بقى على شكل رول واهم حاجة اقفله على العجينة كويس اقفله كويس كل العيش المفتح ده كل العجينة المفتحة اقفلوها كويس عشان بعد ما تختمر ما تفكش منه وبيكون حجمها تقريبا زي البقسمات كده اللي بيكون في الفرن نفس الماس تمام كده ما تعملوهاش بقى يعني كبير قوي هنجيب بقى الصاب بتاعنا نحط في ورقة زبدة او ندهن شوية من الزيت وهغطيه بقى لحد ما يختمر يعني تقريبا هياخد ساعة الاربع من ساعة الاربع لساعة بس طبعا دازل نغطيه بكيس بلاستيك وفي ايه هفوت بالنسبة البقى اللي وش عايزين تدهنوه زي ما انا هعمل كده معلقتين من اللبن على قهوة سريعة الزوابان او تدهنو صفار بيضة بشوية لبن او ترشو بالبخاخة شوية مية حسب الموجود عندكم تمام انا هنا هحط شوية لبن عليهم معلقة قهوة سريعة الزوابان وهنزل بقى بشوية من السمسم تحطوا حبة البرقة عايزينو سايدة على راحتكم سخنوا الفرن على درجة حرارة مية وتمانين او مية وتسعين على درجة حرارة عالية هياخد تقريبا ربع ساعة من تحت اول ما تشوفوا كده اللون حمر من تحت يفتحوا على طول الشوية وطبعا اهم تاكة واهم خطوة ان اول ما يطلع من الفرن لازم نرش بالبخاخة شوية مية على العيش وغطوه خمس دقايق او عشر دقايق بكيس وفوق فوطة بعد كده تسيبوه بقى اي برد برحتو وتشولو بقى تحتفظوه في الفريزر في الكياس كده عيطلع معاكو طحفة هش كده ومقرمش ومنجوه مش معجن والعيش كده خفيف مش بيلكن معاكو جربوه بنفس الطريقة ومكونات واسهل من كده مفيش جربوه ان شاء الله يعجبكم ولو عجبكم بقى الفيديو متنسونيش باللايك اشتركوا في القناة